قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية تداول المهندس خالد الحصان أنه من المتوقع أن تراوح التدفقات المالية للسوق خلال العام 2019 بين 150 إلى أكثر من 187 مليار ريال وأوضح الحصان في كلمتي بالتقرير السنوي لتداول العام 2018 أن تلك التدفقات ستكون نتيجة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة بالإضافة للزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين مضيفا بأن النصف الثاني من عام 2019 سيشهد تطورا جوهريا يتمثل في علان تداول لتدشين سوق المشتقات المالية وذلك بإطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية كخطوة أولية يتبعها إطلاق منتجات إضافية أخرى في سوق المشتقات المالية